نتواصل الطلاب اللي اعزاء شومي 3 واو 2 كاف مساعدة علم التدريب للجزء الخامس من محاضرة والمحاضرة الاولى احضرت غلية على ش shots show ورد بدون تعليق ،ماذا Ohs Re Wow لكن هذه المحاضرة التي نعتبرها محاضرة الثانية للجزء الخامس يوجد أكتب محاضرة الثانية لجزء الخامس رح نتناول بها خصاص ومميزات التدريب الرياضي خصاص ومميزات التدريب الرياضي نقطة الأولى يجب أن يكون أو يجب أن تكون عملية التدريب ذات هدف للوصول إلى أعلى مستوى بالإنجاز الرياضي سواء اللعبة الفردية وجماعية طبيعيا جدا يعني ما ممكن أن يكون هناك عملية تدريب ولا يوجد فيها هدف يجب أن يكون هناك هدف من أجل أنه التدريب الرياضي يكون إلى قيمة معنوية وإلى في نفس الوقت حافز واستعداد لدى الرياضيين من أجل بذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك الهدف النقطة الثانية التخصص اللي نقصده بالتخصص أنه الرياضي يجب أن يتخصص في نوع معين من الألعاب الرياضية لأنه كل نشاطه وكل لعبة الرياضية لها متطلباته فمن نجي نقول التخصص متطلبات كل نشاط معناه أنه عدة ألعاب الرياضية فيجب أن يكون هناك تخصص هذا ما يميز به خصائص ومميزات تديب الرياضي النقطة الثالثة للخصائص ومميزات مراعاة الفروق الفردية بين الرياضيين وهذه نقطة مهمة يجب أن نقف عندها الفروق الفردية بين الرياضيين بمتغيرات الجنس ذكرة أو أنثى العمر التدريبي وعندنا رياضي عمره التدريبي صارت 3 سنوات يتدرب وعندنا رياضي يتدرب صارت 10 سنوات هذا اختلال مناتهم يجب أن نراعي الفروق الفردية العمر البيولوجي العمر البيولوجي اللي نقصد به بالعمر البيولوجي أنه النواحي الوظيفية والمورفولوجية اللي موجودة بسن الرياضي تكون قد بلغت في أي شيء بلغت المستوى المحدد لذلك السن يعني العمر 12 سنة مو مثل اللي عمره 16 ومو مثل اللي عمره فوق